إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يحزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هذلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلوا ينكبه وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثير وسبح العشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الواكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ ينقون أقلامهم أيوم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم ماس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جدتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمأ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وله حل لكم بعض الذي حرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ترجمة نانسي قنقر